والله بكل تأكيد إذا أردنا نتكلم على المباراة في نهايتها يعني كانت الأمور لصالح الأرجنتين الحصول على ضربة الجزاء لكن أنا أقول يعني ولو تدخل فني وليس تحكيمي بقدر ما الهجمة اللي إنبنت الكرة ليس لها دخيل بحارس المرمى بقدر ما الكرة عبرت حارس المرمى والمهاجم بتكملته احتك بحارس المرمى فمن خرجة الكرة من المدافع في احتبار ضربة الجزاء أنا مستغرب يعني ولو هاي نتركها للحاكم للحاكم صبحي صادلو أنا أعتقد يعني إيش عجب أقول ما رجعت إلى الفار